ما الذي تغير في حياتك بعد رحيل الأستاذ ياه تغير حاجات كتير جدا تغير وما تغيرش يعني هو برضو معايا وبكلمه وبيكلمني وحاجات كده بس تغير حاجات كتير طبعا كان قاسي قوي للسنوات الأولى وشوية وشوية يعني برجع لنفس الشيء أنا عارفة أنه هو حابب أن أنا أبقى مبسوطة وأعمل لنا عزاوة وامشي ورا حلمي وهو كان دايما بيشجعني على فكرة كان ناس فاكرين أنه هو اللي موقفني أنت علاقتك به في البداية ومعرفتك به كانت قصة مختلفة كنت بنوتة بتبحثي عن حلم بتغني عجبك أشعاره وروح تيله وبعدين هقولك في نظرية في نظرية صديقتي أنا شوية مصدقاها صديقتي الجميلة قوي الأمر حبيبتي اللي هي هالة نعمان عشور بتقول لي أنه الشخصيات اللي زي طبعا العظيم عن نعمان عشور باباها وزي سيد حجاب شخصيات ماجناتك على حسب تعبيرها يعني هي جاذبة من غير ما يقصده الناس بتبقى عايزة تفضل جنبهم تلزق لهم بأي شكل يعني بجد فاحتمال يكون ده اللي حصل أن أنا كنت عايزة أفضل جنبه وخلاص وبعد كده أنا طبعا عندي عشان عندي زي ما يقوله options تانية فاشتغلت بالتكنولوجيا ومش عارفة إيه والحاجات دي ليه شبت الغنى يعني أنت جنبي واحد من أكبر الشعراء الشعراء في العالم العربي وعندك فرصة وصوتك خلو ليه ما عملت السنائي وليه رجعت بالوقت ها هقولك ليه يا قلبي كله بأعان وكل وقت وله أدان الفجر له بلبل صداح والي الكمان له كران بأعانه يا قلبي كله بأعانه 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 يا قلبي العيني ده برضو كلامه والحان عمار شريعي من بواب الحلواني هقولك أنا ساعتها أنا كان عندي أنا شوية كده لازم كل حاجة تبقى مية في المية فأنا متهايلي أنا هربت يعني أو خفت رجعت بس فعلا هو كان يعني فعلا ناس تقول لا لا هو اللي عمل كده إنه هو اللي منعني لا هو اللي كان بيشجعني والله طول الوقت كنت بتغني معاه وأنتو قاعدين طول الوقت هو كمان كان بيغني كويس بيغني كنا بنغني حاجات كتير مع بعض زي ايه أكتر حاجة كنت بتغنيه كنا بنغني حاجات كتير بس ممكن كنا بنغني دواتو لأ الحانسي الدرويش وكلام له ده اللي صار لا كنا بنغني بس هو دواتو يعني كبير يعني كنا بنغني على قد الليل كان هو يرد علي يلا على قد الليل ما يطول مستردي سهري ونوحي في حبك هاللي أول ما شوفك تترد روحي سنين ويام هايم بكي بزمرتي اصحيكي طول ما أنا وانت في الدنيا دي طز فقالي وفق جدادي أروح على فيه وانت قصادي آه يا طرى يا ربي ده هو ولا لأ حبوبي إلى آخره بقى ده هو بقى ده هو دوته حلو قوي كان من الحاجات اللي احنا بنحبها جداً طبعا بنغني أغني كلها على حسب الوقت يعني كان هو عامل الأغنية دي فبنغنيها أو غيرها كنا بنغني الأطفال كمان